دهور تطورات جديدة في قضية حمزة مونبابي من المنتظر أن تناقش ابتدائية موراكوش يوم خميس المقبل ملف سوكينغلامور المتابعة على خلفية الحساب الوهمي حمزة مونبابي رفقة أحد الصحفيين وحسب مصدر سيت انفو فإن جلسة يوم الثالث والعشرون يناير الجارية ستكون حبلة بالمفاجآت بحيث سيتم مناقشة الملف ومواجهة المتهمين الذين يقبعون بسجل الوداية بموراكوش على خلفية هذا الملف الذي تفوح منه رائحة الفساد والنصب وعوضح المصدر نفسه أن سوكينغلامور المعروفة بمواقع التواصل الاجتماعي وبقربها من الفنان المغربية دونيا باطمة من بين المتورطين الذين تم القبض عليهم مباشرة بعد فضح هذا الملف وتجذر الإشارة أن سوكينغلامور من بين المتهمين الذين كانوا يدافعون على هذا الحساب الوهمي في جميع الخالجات الإعلامية لها وكانت الغرفة الجناحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بموراكوش أصدرت مؤخرا حكما في حق شرطي متورط في قضية حمزة مونبيبي يقضي بإدانته بعشر أشهر سجنا نافدا مع تغرمه مبلغ ألفين درهم وتبع المحكوم بالعقوبة السالبة للحرية من طرف النياب العام بتهم الإرتشاء وإفشاء السير المهني والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة لأشخاص والتشهير بهم اشتركوا في القناة